السلام عليكم طول عمرنا نرمي الرز البيت اليوم ما بقى نرمي نعمي أبدا الرز البيت رح نعيد تدويره ورح نعمله أكلي رائعة ومميزة جدا أنا هون عندي الرز حطيت له ماء ورجعت سخنته من جديد متل ما شيفين بس هيدا الرز اللي عندي بلا شعرية أنا ما حطيت له مساق بأنه أنا ما حطيت له شعرية إذا كان عنكم الرز البيت فيه شعرية مش مشكل أبدا مقدر نشتغل فيه عادي بهذه الطريقة اللي أنا رح أشتغل فيه رح أحط بداية رح نحط زيت السمسم لحتى نعطي نكهة جديد زيت السمسم بيكون موجود بعلبة لطحيني من فوق وإذا ما أنه موجود عنا فينا نحط زيت الزيتون بكل بساطة بتعطينا نكهة طيبة أنا هون سخنت الرز البيت مع الماي شوية كوب صغير من الماي على نار خفيف كتير حضفت أيضا هون ملح بالإضافة للفلفل الأسود وأيضا بالإضافة للحار طبعا الحار فيكن تحطوه فيكن تلغوه متل ما بدكن وأيضا رح أضيف البابريكا الحمرة إذا بتحبوا الأوريغانو حطوه كمان بيعطي نكهة طيبة رح أضيف هلأ المايوناز المايوناز رح يعطينا نكهة رائعة ونكهة جديدة طبعا إحنا الرز البيت موجود بكل البيوت أصلا بيضل بيكون مثلا عاملين ملوخية أو حتى فصولية أو أي يخاني موجودة عنا بالبيت فبيكون أصلا موجود يعني بعد ما تخلص الطبخة بيكون موجود عنا بالتلاجي فليلا نرميه إذا كنقلو كذا يوم وبعده منيح منقدر نرجع بنجديد نطبخه بنجديد ونعمله بطريقة مميزة أنا هون مثل ما شفتوا ضفت 3 معالق كبيرة من المايوناز ورح نخلطهم هلأ كلهم ببعض إذا كنتوا من المتابعين الجدود وحبي نوصلكم مني كل شي جديد وحبي نضموا لعيلتنا الكبيرة ما عليكم إلا تكبسوا كلمة اشتراك سبسكرايب أسفل الفيديو ما تفعيل الجرس الأحمر بهذه الطريقة رح يصلكم مني كل شي جديد وأكيد مفيد ويا أهلا وسهلا فيكن بتنوروا القناة كلها أنا هون خلطت الرز كله بقلب بعضهم مثل ما شايفين برجعة بذكر لو كان الرز في قلبه شعرية مش مشكل أبدا هلأ أنا الرز جهز عندي وحطيت له طبعا المنكهات اللي أنا بدي إياها متل ما شايفين وراح نحطه هلأ على جنب متل ما شايفين رح جيب كاس صغيرة أو صحن صغير وأنا بهيدا الوقت فتحت علبة تونة حتقولولي تونة حقلكون إي تونة وجبت التونة من غير حار طبعا التونة بتجي نكهات بتجي على حار وبتيجي من دون حار أنا نقيت التونة المندون حار لأنه أنا أصلا حطيت برج حار فما بدي كتير يكون الحر قوي بقلب الأكلي هايدي هون صفيت أنا الزيت متل ما شايفين من التونة وحطيته هايدي الأكلي فيها بروتينيات وأيضا في أنا شويات بتعطي طاقة رائعة للجسام وكتير مهمة طبعا بنصحكم تجربوها وما بقى نرمي الرز البيت أبدا بتمنى هايدي الفكرة تحبوها وتعجبكم وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا مشاركة أو مشاركة على الفيسبوك لكل الأصحاب لو يصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد من هايدي الفكرة المتواضعة جدا أنا هون أخدت الرز حطيتهم على كف إيدي بهيدا الشكل فيكن تستخدموا كفوف أو الجونتي ولكن أنا ما استخدمته لأنه الرز بعضه صخن فما حابة تستخدموا بس أكيد التلبات بتكون مناطفي ضايها كتير منيحهم غسليتهم رح نسكرهم بهيدا الشكل فكرة جديدة طريقة جديدة طريقة حلوة مش غلط إنه نرجع الشي موجود عنا بالتلاجة بايت إنه نرجع نستخدمه إذا كان أكلي بعدها منيحة نقدر نستخدمها فكيف الرز يلي هو أصلا دايما بيكون موجود بكل البيوت أنا دايما بيطلع عندي الرز بيبقى دايما عندي رز بالبراد بيبقى بعد أي أكل موجودة عندي فبيبقى رز أوقات إذا كنت عاملية خنات أو شي فبيبقى رز بيضل بالبراد فما برمي أبدا برجع بسخنه من جديد وبعملوا بهذه الطريقة أو مثلا بعملوا بطريقة تانية مش غلط أبدا مثل ما شايفين أنا عم حط التونة بقلب الرز من الداخل وعم بحشر الرز بالتونة هم نزبطها بهيدا الشكل المهم أنه تمتد على راحة إدنا كليتا حتنا لقى التونة بقلبها هتقولولي فينا نحشي الرز بغير تونة بقلكم أنه التونة بتعطي نكهة مميزة جدا فيفضل حشر الرز بالتونة لأنه أنا هوني حاولت إجمع طاقة بالبروتين فعند النشويات يلي هو الرز بيعطي طاقة كتير بالإضافة للبروتينات يلي هو السمك أو التونة الموجودة عندي يعني على الجهتين نحن مستفيدين من التونة وأقدم مستفيدين من الرز طبعا الفيتامين الموجود بالتونة رائع جدا ومفيد كتير للجسم مثل ما شايفين هايدي الكرة التانية أنا شكلتها عملتها أكبر حجم شوي أكبر حجم شوي نبرمه بهذا الشكل مثل ما شايفين هلأ فينا نعمله بطريقة تانية نجيب كاسة صغيرة ونحط الرز بقلبه أو حتى فينا مثلا نجيب مثل قلب الكيك ونحط طبقة رز طبقة تونة طبقة رز كمان ونسكرها براحت ايدنا بشكل خفيف فهيك بتتشكل عنا أو بتشكل عنا مثل كيك الرز المحشو بالتونة فبيطلع شكله رائع وأيضا نكهته مميزة جدا كتير طيبة فمنقدر نشكل غير الكرات أيضا فينا نعمل بشكل أصابع هيدا الموضوع طبعا اختيره أنا هون عم بعطي أفكار إن شاء الله هيدا الفكرة اللي قدمتها تفيد كتير من الأشخاص وكتير من الناس يعني حتى الأكل سريعة يعني ما أخدت وقت كتير معنا الرز جاهز يعني بس صخنته تسخين وجبت التونة وحتت متل ما شفتم وطيبات على الرز بهارت وهيك وبس هايكل القصطة هلا هون أنا متل ما شيفين عم سكر على التون الموجود بقلب الرز مانا صعبة أبدا يعني جربوها وأكيد رح تدعولي وإن شاء الله هيدا الفيديو يوصل لكتير من الناس وتستفيد من هالأكلات اللي عم تتقدم يعني أكلي كتير رخيصة موجودة الرز بالبيوت وهيك والتونة مانا سعرها الغالي وهوني شكلنا أكل جديدي بنكهة جديدي بطعم جديد برونة جديد تفنننا شوي فيها إن شاء الله يارب تحبوها والكل يستفيد منها شفتوا كيف أعطانا شكل رائع عملنا كرة كبيرة بهيدي الطريقة وهيدي النتيجة النهائية متل ما شايفين أنا هلأ بدي دوقها وبدي فرجيكم كيف هي من الداخل بسم الله روعة 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 ليكوا شكلها وحيط الله يعني الشي بيشهي أنا بنصحكم تجربوا هيدا الطريقة رائعة إن شاء الله يكون هيدا الفيديو عجبكم وحبيتوا ما تنسوا مشاركة على الفيسبوك ولايك واشتراك بالقناة بحبكم كتير 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 أحلى وأغلى متابعين إلى اللقاء باي باي